اشتركوا في القناة اضفاء للسيطرة على حريق بشركة زجاج بالعشر من رمضان لقاء الخميسي تزور الفنان جمال يوسف وتوجه له رسالة الفيفا يتغزل في محمد صلاح وإلى التفاصيل حيث سحبت تركيا اليوم الأحد سفينة التنقيب أوراجريس من المنطقة البحرية المتنازع عليها مع اليونان في البحر المتوسط حيث كانت تجري أبحاثاً زلزالية ووفقاً لصحيفة جريك ريبورتر اليونانية أعربت أثينا اليوم الأحد عن ترحيبها بمغادرة سفينة الأبحاث التركية أوراجريس من المنطقة البحرية المتنازع عليها وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن عودة السفينة إلى ميناء أنطاليا تعد خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد قال الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إن أي لقاح فيروسات يجب أن يمر بأربع مراحل المختلفة لثبوت صحته ونتائجه لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة التي يمر لها اللقاح الصيني الآن ستكون على نطاق واسع وتحتاج إلى 45 ألف متطوع على مستوى العالم وتابع الدكتور أمجد الحداد أنه يتم إجراء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة في مختلف الدول ومنها الإمارات والبحرين وغيرها ومصر الدولة الإفريقية الوحيدة بينها والتي تحتاج إلى 6 ألاف متطوع لثبوت فعالية اللقاح ومدى تأثير الأجسام المضادة وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من تلك المرحلة سيتم الإعلان عن تصنيع أول لقاح لكورونا في مصر بداخل المصل واللقاح لافتاً إلى أنه تم البدء اليوم في تسجيل المتطوعين لتلقي لقاح كورونا عبر الموقع الإلكتروني تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان من السيطرة على حريق اندلع بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة وتم إختار الأجهزة الأمنية وكانت قوات الحماية المدنية دفعت بالتسع سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمت السيطرة على الوضع وجاري إختار الأدلة الجنائية وتحرير محضر بالواقع نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة تجمعها بالفنان جمال يوسف عبر خاصية الإستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وأعلقت لقاء الخميسي على الصورة التي نشرتها برفقة جمال يوسف انت أدها هترجع دحكتك تمنى البيت هترجع جمال اللي عرفناه هترجع زي الفل وحرس بوترس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما والفنانة لقاء الخميسي على زيارة جمال يوسف في منزله وذلك بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض سرطان البلعوم تغزل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في المستوى الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول أمام للزيونايتد والتي أقيمت بينهما في الجولة الأولى من منافسات الدور الإنجليزي واحتفل الاتحاد بتسجيل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال مسيرته مع ليفربول بعد تسجيله ثلاثة أهداف في المباراة الافتتاحية للردز بالدور الإنجليزي فضلا عن دعمه لزميله في المنتخب والنادي الأهلي مؤمن ذكرية في أزمته الصحية بعد تسجيل الهدف الثالث نهاية النشرة لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا صد البلد الإخباري شكرا لمتابعة وإلى اللقاء